صرح سفير المملكة العربية السعودية بالعراق السيد عبد العزيز الشمري حول أهمية زيارة رئيس الوزراء عراقي الأستاذ مصطفى الكاظمي زيارة مهمة وكنا تابعنا وشفنا الزيارة وأيضا تحدث حول أهمية الصفقات التي تم التكلم عنها والعقود وملف كامل لتحدث حول علاقات العراق مع المملكة العربية السعودية وحتى نتكلم أكثر حول أهمية هذه الزيارة وأنا بالستوديو الخبير السياسي الأستاذ واثق الجابري حياك الله أستاذ واثق حياك الله الله يخليك حبيبي أستاذ أستاذ يعني شفنا الزيارة وزيارة استقبال كبير وافتخرنا كنا كعراقيين سواء في زيارة المملكة العربية السعودية وحتى في زيارة دولة الإمارات العربية بالبداية شفت هذه الزيارة شكرا جزيلا طبعا أكيد العراق اليوم ينطلق ومنذ فترة يتحدث الساسة من العراق ينطلق من مبدأ التوازن والانفتاح على الدول وبالنتيجة الانفتاح يعني يحتاج إلى بناء نوع من العلاقات الرصينة تبدأ من المحيط الأقليمي أولا ثم تنطلق إلى الدول الأخرى إلى العالم والتوازن أيضا توازن العلاقات يعني بناء علاقات متوازنة يعني سواء في العلاقات الأقليمية أيضا والعلاقات الدولية لذلك هو يحتاج إلى ترصين العلاقات مع الدول المجاورة يعني هي السعودية الأردن إيران يعني سوريا كل الدول المحيطة بالعراق طبعا يحتاج إلى يعني بعض التعاون أو كثير من التعاون لأن اليوم كثير من المشتركات بين هذه الدول العراق مع السعودية أولا تأتي السعودية ثاني أكبر بلد يعني يحادث العراق يعني تأتي أكبر حدود مع العراق شيء ثاني يرتبطون بتاريخ مشترك يعني حتى بعض القبائل السعودية والعراقية مشتركة يعني قبائل شمر وكذا وبقية القبائل مشتركة أيضا الروابط العقائدية والدينية والارتباطات ومجالات تبادل السياحة كثير من مجالات المشتركة ظاهر الزيارات يعني اليوم الواضح أنها لقضايا اقتصادية لكن هي يبدو أنها أكبر من القضايا الاقتصادية لكن الاقتصاد اليوم أيضا هو محرك لعصب يعني السياسات ومحرك للحياة ويقرب الشعوب أيضا بنفس الوقت نحن في وقت شارعنا أكون مؤتمر بالكويت في وقت سابق وأيضا تحدثنا حول صفقات تمت وعقود ومنها عقود الكهرباء اللي صار أكو عقد مع مملكة العربية السعودية حول استثمار الكهرباء في العراق برأيك اليوم يعني هذه الصفقات راح تتم راح تشوف النور لو أيضا يعني نحكي بيها وبعدين ننساها لا هي ليست فقط هذه المؤتمرات يعني أو الوعودة التي كانت للعراق يعني في مؤتمر كويت إنما حتى وفود اقتصادية رفيعة المستوى زارت العراق ووفود أيضا ذهبت من العراق على السعودية لكن كما يبدو اليوم يعني كثير من القضايا هي تتعلق يعني تنعكس على السياسة في السياسة اليوم المبدئ الخارجي يوم منطلق لي معظم السياسات العراقية ليس منطلقا واحدا تختلف يعني أحيانا عندما يذهب رئيس الوزراء إلى الإمارات أو إلى السعودية أو إلى إيران تجد لكل دولة هلالك من يرفض هذه سين نحن دعناش على مصلحة الخاصة مصلحة العراق يعني السعودية شنو تقدر تخدم العراق يعني بالدرجة الأولى لا هذه الدول سبقتنا طبعا دول خليج في مجال الإعمار وحتى في مجال الصناعات والاستثمارات يعني حتى التكنولوجيا اليوم عندما تذهب إلى السعودية والإمارات يعني دول متقدمة جدا استطاعت أن تستثمر النفط وتتحول إلى دول إنتاجية اليوم حتى هناك أطروحات يعني في مشاريع المدن الخضراء أو البيئة الخضراء أو المشاريع الاقتصادية استثمارية بعيدة المدين يمكن لها هذه الدول تفكر بالتخلص من الاعتماد على النفط والبترول والدولة الرعية العراق لا أزال دولة رعية لديه كثير من الموارد سواء كانت الموارد البشرية والمادية والإمكانيات لكن هذه غير مستثمرة معظم القطاعات اللي موجودة بالعراق قطاعات معطلة القطاعات الصناعة والزراعة يمكن إحداث نوع من الثنائيات مع هذه الدول زين صار أكو فتح لمعابر حدودية قبل فترة وهي مغلقة بالسنوات عديدة مع السعودية وهسا صار أكو زيارات لرئيس الوزراء ومجموعة من الوزراء وصار أكو كلام يبشر بخير برأيك إحنا وين نحتاج نستثمر علاقات العراق مع الدول المجاورة يعني إحنا اليوم أمنياً لدينا مشاكل اقتصادياً عندنا مشاكل صحياً عندنا مشاكل وفوق كل هذا البنى التحتية بالعراق يحتاج لها مجموعة من الخبراء تم التحدث فيه قضايا مع الجانب السعودي نعم يعني هو الأكيد لذلك الوفود الوفد الذي ذهب إلى السعودية وكان وفد وزارة داخلية نعم كل الوزارات ربما ذهبوا إلى هناك حتى محافظين يعني محافظي الأنبار ومحافظ المثنى باعتبار هذه مدن حدودية مع السعودية وهي أكبر محافظتين في العراق بالمناسبة هي القضية العراق اليوم يحتاج مع هذه الدول طبعاً ليس فقط العلاقات السياسية وإنما يحتاج الاقتصاد والأمن يعني تعاون في خبرات أخرى في مجالات الزراعة في مجالات الصناعة في أكثر من مجال لكن العامل الأساس هو ترصين العلاقة السياسية لأن هذه القضايا لا يمكن أن تمرر المشاريع أو الاتفاقات مع هذه الدول ما لم تكن هناك ارتياح سياسي بين البلدين ما لم تجد الاستثمارات أيضاً إذا كانت تأتي العراق تحتاج إلى بيئة آمنة تحتاج إلى داعم لهذا الاستثمار إذا كان هناك نوع من الأجواء السلبية المجابهة لها كذا يعني زيارات طبعاً أكيد ستنعكس على تلك الدول طبعاً تتخوف كل لديها شكوك العلاقات العراقية السعودية طبعاً شابهة كثير من الإشكال طبعاً هي علاقات تاريخية لكن مرت بمراحل ومنعطفات يعني ربما من ثمانينات القرن الماضي وتسعيناته وتغيرت يعني طبعاً العلاقة مرة يكون مع العراق ومرة بالضيد وشهد الحروب والإرهاب لكن بالنتيجة اليوم الدول أدركت يعني مدركات مهمة مسألة الأمن المشترك اللي يخص المنطقة يعني سيما بعد وجود عصابات داعش الأمن الاقتصادي اليوم يعني بعد جائحة كورونا كل الدول اليوم الاقتصاد مهدد وأسعار النفط متفاوتة فبالنتيجة هناك نوع من الشراكات التي تحتاجها الدول يعني في المراحل القادمة بدأت الدول تفكر بهكذا بدأت الدول تتقارب بنفس الوقت هي ليست فقط يعني العلاقات بين البلدين يبدو أن هناك نوع من الأحلاف الاقتصادية تتنافس فيما بينها بين محاور دولية بنفس الوقت هناك محور أمريكي ومحور صيني روسي وهذه المحاور طبعا العراق لا يزال متوازن ليس مع محور من المحاور بالنتيجة كل المحاور تحاول جذب العراق العراق اليوم نوع من الدول التي تحتبرها قبلة الدبلوماسية لذلك وصلت إلى زيارة القديس البابا إلى العراق كثير من رؤساء الدول يتحاورون ويتخابرون ويعتونها للعراق فبنتيجة العراق بلد جاذب لكن هذه الجاذبية الموجودة بالعراق إذا لم تستثمر بشكل صحيح من القوى السياسية الموجودة أكيد أنا أود أن أختم الحلقة بسؤال القوى السياسية مستعدة أنه نرى خطوات جيدة أمام السيد مصطفى الكاظمي زيارات وانفتاح وعودة للحضن العربي والأردن ومصر والمشتق العربي الجديد وكل أشياء تبشر بخير القوى السياسية أدهى النية في أنه هي تمد يد العاونة وتستقبل المعاونة من الدول العربية المحيطة برأيك لأولا أنا أعتقد القوى السياسية لا تزال غير متفقة على كثير من القضايا بل هي مختلفة حتى على مفهوم تعريف الوطن وتعريف الدولة وتعريف السلطة وما هي الديمقراطية وكيف نصل إلى نخرج بسياسة ممكن أن تكون بناءة لدولة الكل يعني ربما معظم الخطابات والتصرفات هي تصرفات شعبوية تفكر القوى بما تحصل أنه ممكن الحل يبدأ من الداخل وبعدين نبدأ حل طبعا أكيد اليوم إذا لم تكن القاعدة الداخلية رصينة لا نستطيع أن ننطلق إلى الخارط وإلا الخارج لا يستطيع أن يرسم لنا خارطة إذا كان الداخل غير مستقر أستاذ واثق جابر أنا جدا ساعد بحضورك وشكرا جزيلا إليك شكرا جزيلا الله يخليك أعزائي المشاهدين فعلا نحن اليوم في خطوات جيدة جدا وساعدين بها يعني عودة للحضن العربي وهذه العلاقات التاريخية وحتى علاقات القبالة الموجودة يعني نشوف كثير من العشائر ترتبط تاريخيا مع السعودية ومع الأردن ومع هذه الدول المجاورة ولكن الحل يكمن من داخل العراق نتمنى أن يصور لكوا توافق داخلي بعدين يصور لكوا توافق خارجي حتى تتحرك العجل الاقتصادية وبالتالي نشوفوك تحسن أمني وصورة عامة العراقي بيأخذ موقع ما يستحق أعزائي المشاهدين تقدروا نشوف كل حلقاتنا على المواقع التي تطلع دائما في أسفل الشاشة وصلتوا لكم في نهاية حلقتنا لهذا اليوم انتظروني في الحلقات القادمة فيما الله